بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم زكري عبدالعلي MVP Microsoft ونواصل في دورة Azure Services وبالتحديد Azure Data Factory يعني الأشياء الخاصة بالBI فالدرس السادس سيكون حول استخدام أو استقلال خدمة ويب يعني استخدام RAS API لسترجاع الداتا ووضعها في SQL Server أو ملفات Excel JSON أنتم أحرار يعني المصدر المهم أن يكون السورس هو RAS API بعد ذلك أين سنضع الداتا فأنتم أحرار يعني سيكون حتى في Data Warehouse مبني على قواعد بيانات مثل SQL Server أو Oracle فعملنا في الدرس السابق كيف نتعامل مع السوب يعني بنفس طريقة السوب سنقوم اليوم إن شاء الله لكن هنا RAS API إذن أول خطوة مثل ما عملنا البارحة في درس البارحة مع السوب أنشأنا Link فبنفس الطريقة سنعمل New نحدد هنا هنا لا نكتب HTTP بل نكتب RAS مباشرة رس أبياي ونحدد الرس يطلب مني URL هنا باز URL أوكي فبحث عن رس أبياي يعني مجاني في الواب فوجدت هذه الداتا إذن هذا رس أبياي يعطيني جدول اسمه داتا وفيه بعض البيانات كما تلاحظون نايم وإيميل وآي دي وإلى آخره من هذه البيانات سنستغل هذه الخدمة لكن هذا الرس أبياي لابد أن أدخل له توكن يعني هو محمي ببير توكن فلابد أن أعطيه في الهيدر توكن بهذا الشكل أوكي كي يعطيني الضغطة لاحظ عند الضغط كيف استرجعت هذا التوكن؟ هذا التوكن استشارجه بواسطة خدمة أخرى يعني واب ميتودة واندبونت أخرى اسمها لوغين يعني قمت بالتسجيل في الموقع هذا فأعطاني لوغين إيميل وباسوارد وعندما أرسلت له الإيميل والباسوارد وعملت له Get Token يعني إيتمتيفيكيشن هنا سيعطيني التوكن فأعطاني التوكن جديد لاحظ إذا رجعنا إلى الصفحة الأخرى وقل له Send هنا سيقول لي التوكن خاطئ Envalid Token لابد أن أعطيه توكن جديد إذن في Authorization هنا أغير وأضع التوكن الجديد وأعمل Send هكذا أسترجع الداتا أوكي سنتركها هكذا بعد ذلك نغير الأشياء إذن في البداية نذهب إلى البرتاع الزير ونحدد الباز URL التي تكفي أن نضع هذا URL ثم بعد ذلك نعمل Test Connection يقول لي Successful Create ننسي تغيير الإسم لا علينا كيف نفعل ذلك؟ المهم أصبع عندي Rest Service 1 هو عبر عن Link الآن كالعادة نذهب إلى Dataset وننشئ Dataset عملنا Dataset مع البلوب عملنا Dataset مع CSB مع السوب مع سوب ضيعنا السوب لا داعي ما ليس يعني الآن سنعمل وننشئ Dataset من نوع Rest أوكي نحدد Link خدمة الweb أوكي Rest API تحصلنا على Rest API هنا يعطيني بعدما أنشئنا Dataset قال لي ما هو الRELATIVE URL سأقول له سأعطيه التكملة للURL إذن أعطيت له URL to pass ثم أعطيت له الأشياء التي ستتغير وهي بهذا الشكل أوكي نعمل Test Connection جيد كل شيء تمام لكن هنا لم نعطيه التوكن سنرجع إلى التوكن أوكي سنقل له هنا Dataset Rest Dataset rest أوكي أصبع عندي Rest API هنا لم يبقى إلا إعطائه التوكن والتعاون معه سنذهب إلى الPipeline هنا ونذهب إلى Copy Data ضربة السورس مع هذا الRest API إذن أصبع عندي Dataset في شكل Rest API بهذا الشكل أوكي لاحظ أين سأضع التوكن نعمل هنا لو وضعت Preview Data لا أستطيع الاتصال Error إذن هنا سنعطيه التوكن سنأخذ هذا التوكن وهنا على منطقة Header لأن التوكن هو بيرر توكن إذن هنا سنكتب التوكن سنقل له من نوع Authorization هذا الهيدر هذا هذا من نوع Authorization كما تلاحظون و أيضا لابد أن نكتب لاحظ بيرر فنكتب هنا اسباس بيرر نعمل Review للداتا وتحصلنا للداتا إذن تمت الاتصال بالRest API بنجاح اتصال بالRest API بالنجاح وأعطاني الجيزون الذي نريد الاتصال به هنا لم يبقى إلا أين سنضع الداتا سنختار مثلا سنختار SQL Server أعفون سنختار Server Insert نعم جيد أوكي لم يبقى إلا المابين سنعمل نختار أمبورت أوتوماتيكيا أعطاني الداتا في شكل الرأي هكذا أستطيع الأسماء تصبح سهلة نعمل Delete 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 و نترك فقط اسم الحقول سأكتفي بهذا أوكي عندي ال Name سأربطه ب First Name مثلا وال E-mail أظن أنها عندي E-mail في ال DataBase نعم عندي E-mail أوكي سا بعد ما أريد قلت له عندما تفتح ال JSON من هذا ال REST API عليك أن تأخذ ال ID وتأخذ ال Name وال E-mail وتكتبهم في الحقول ID و First Name و E-mail الموجودين في المصدر وهو SQL وسننفذ الآن Refresh نذهب إلى Data نحذف كل شيء هناك خطأ سنعيد سنعيد Success وننفذ الآن وكما تلاحظون هذه ال Data لاحظ أنه أعطاني ال ID واسترجعت ال Name واسترجعت ال E-mail سنعيد الشرح إذن أول شيء عملناه هو إنشاء لينك الخاص بالسوب بال REST API هذا اللينك سميته REST SERVICES أنا وضعت له ال URL.buzz أعطيت له فقط هذه المنطقة أوكي بعد ذلك أنشأت Data Set Data Set REST هذا حيث أكملت له ال URL وأعطيت له ال On Point الذي أريد الوصول إليها وأعمل Test Connection قال لي الآن تستطيع الاتصال ذهبت إلى ال Pipeline وأنشأت Copy Data في ال Copy Data عندما حددت السورس وقلت له REST API قلت له لا تنسى أنه عندي إيتنتفكيشن فلابد أن أعرفها فعرفت هذه الإيتنتفكيشن هي منها Authorization Bearer وأعطيت له ال Token هذا ال Token لكنه مؤقت فلا يصح أن نتركه هكذا لابد من حل آخر وبعد ذلك نصل إلى ال SQL Server وعملت المابينج لأخذ ال Data وعملت المابينج يعني ما بين الحقور إذن لاحظ أن ال Token هذا قلت أنه مؤقت يعني في كل مرة لابد في كل مرة أسترجع هذا ال Token فكيف يتم ذلك هنا عن طريق Copy وعن طريق ال Link و Data Set يعني استرجعت يعني أتعاملت مع REST API لكن هناك مكون آخر في General اسمه Web هذا المكون يسمح لي بالتعامل مع REST API مثل هكذا لكن لي استرجع أشياء لأنني بعد ذلك بعد ما أقوله أسترجع شيء معين أريدك أن تعمل Copy فعندما تريد الاتصال مع سيرفر خدمة Web REST API وتريد أن أو سوب أو كذلك وسترجع الأوتبوت عليك أن بعد ذلك ترسل Data مثل ال Token نحتاجها في مثل ال Token مثلا هنا نحتاج إلى تنفيذ التعليم الأولى لهي انطلاقا من يعني بودي في شكل إيميل يعني إتنتفيكيشن أريدك أن تعطيني Token إذن هذه ال Input وهذه ال Output فبعد ذلك عندما أسترجع الأوتبوت سأمررها كبراماتر في هذه المنطقة كي ينفذها أوكي ففي هذه المرحلة سنأخذ ال Token سنذهب إلى البصمان هنا وأنا أخذ ليرل كما هو ونكتبه في sitting ليرل هي ميتود من نوع Post نعم وننصخ البودي البودي الذي هو في شكل JSON وننصخه في هذا المكان إذن قلت له أعطيني Token هذا اليوزر وهذا الباسوارد سيكون Token يعني هو فأحتاج إلى Token أوكي جيد انتهينا علينا التأكد أنه يشتغل فنضع نقطة توقف عندما تضغط هنا سنتحصل على نقطة توقف للتطبيق لا أريد أن يعمل Copy ف سامل Debug وأذهب إلى الـ Output أنتظر حتى يكمل وهنا سنذهب إلى الـ Output هذا الـ Input وهذا الـ Output الـ Input أدخلنا له الباسوارد والإيميل والـ Output ماذا أعطاني يا أعطاني Token إذن هنا تحصلنا على Token الآن كيف نستطيع هذا الـ Output تمريره إلى Activity ثانية موجودة هنا كـ Parameter سنذهب إلى Copy نحدد Copy ونذهب إلى Source لـ Copy أين وضعنا Token هنا في هذا المكان سنحذف هذا Token ونكتبه عند الضغط على هذا المكان الـ Dynamic Content هنا سنضع Expression يعني Dynamic فنحذف هذا Token لأنه الآن أصبح متغيرا وليس Const فأحذفه وأكتب Activity Web 1 وهو عبارة عن اسم Activity Web 1 كما تلاحظون بعد ذلك عندما أصل Activity أحتاج إلى الوصول إلى أشياء تليها لذلك سأضعها بين الحاضنتين ثم Output بعد ذلك عندما نذهب إلى الـ JSON هنا لاحظ كي نصل إلى الـ Token لابد أن نمرر بالـ Data أولا بعد ذلك Token إذن نذهب هنا Output أدخل إلى Data بعد ذلك أدخل إلى Token ونعمل أوكي إذن أصبح عندي متغيرة تأتي من الـ Output للـ Activity التي عندها اسم Web 1 نجرب الآن نضغط على نذهب إلى Database ونتأكد أنها فارغة نعم حذفت كل شيء ننتظر قليلاً انتهى من الـ Web والآن هو يعمل في الـ Copy انتهى نذهب إلى Database وننفذ وكما تلاحظون أتت الـ Data إذن الطريقة الأولى للتعامل مع RS API عندما نحتاجه لتنفيذ أشياء معينة لأن Output نحتاجه لغرض آخر إليه فنحتاج الـ Component وهو Web سواء كما قلت RS API أو SOAP أو أي عنصر Web فعندما نحتاج استعمال Output وتمريره إلى طريقة أخرى نحتاج هذا المكون وإلا في الـ Copy العادية فنقوم مثل ما عملنا مع SOAP و RS API في البداية أننا دخلنا مباشرة إلى رس API وعملنا نسخ الضغطة الموجودة في رس API ووضعناها في قاعدة البيانات SQL Server كما تلاحظون هنا أتمنى أن يكون الدرس واضح إلى دروس قادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته